أهلا بحضركم من جديد طيب الأهل بالتأكيد عنده مباراة مهمة جداً النهاردة مع فريق المصري على استد برج العرب ويمكن الفريق مرجعش القاهرة منذ مباراة الاتحاد السكندري اللي قدر يحقق فيها نتيجة كبيرة وأداء مميز بالفوز على الاتحاد بسلسة أداف مقابل لا شيء لكن مباراة المصري بالتأكيد محتاجة دوافع جديدة واستعداد مختلف خاصة أن الفترة اللي جاية كل 72 ساعة مباراة حتى نهاية الموسم يوم 38 من الشهر الجاري فيه تفاصيل أكتر متعلقة في فريق الأهلي والنهاردة بالتأكيد المباراة هتكون الساعة 9 فبالطبع فيه تحرك وفيه محاضرة وفيه كواليس كتير من استاد برج العرب أو من مقر إقامة الفريق في برج العرب لذلك أزعى مباشرة إلى الزميل العزيز فاروق صلاح مفضى قناة الأهلي اللي عنده كل الجديد والأخبار والكواليس من معسكر فريق النادي الأهلي مساء الخير يا فاروق كل التحية لك يا محمد وكل التحية لكل مشاهدين ومشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان من هنا من الأسكندرية وبالتحديد مقر إقامة فريق النادي الأهلي وآخر استعدادات الفريق النادي الأهلي لمواجهة فريق المصري في المباراة الجولة الثلاثين للدوري المصري الممتاز والمقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة على استاذ الجيش ببرج العرب طبعا يا محمد أنت عارف المعسكر كان ممتد من يوم أو من قبل مباراة الاتحاب 24 ساعة مستمرين إن شاء الله عقب إن شاء الله الفوز على فريق المصري والانتهاء المباراة والعودة إلى القاهرة بإذن الله صوتك مجهد يا فاروق ده هم مطشين وراء بعض أنت بتلعبش من أول الموسم مثلا ضغط المصور محمد الموضوع يعني بينعكس علينا طبعا محمد تعرف ضغط المباراة وضغط العصبي والزيني طبعا بيبقى ليه تأثير فأوقع كتير جدا محمد وانت واحد من زمائلنا اللي يعني ياما رفقت الفريق في الكثير من الجولات الإجهاد الزيني بينعكس علينا الأفراد المنظومة كلها تعرف مدى تأثير الإجهاد الزيني طبعا على اللاعبين ولذلك المستر ريكاردو سواريش لجأ لي قطاع الناشئين طبعا في الفترة الأخيرة قدوا بصورة كويسة في مباراة الاتحاد نتنان يا رب استكمال الأداء والصورة والنتيجة إن شاء الله أمام المصر اليوم طيب طب مني بقى على الفريق نفس القايمة اللي كانت في مطش الاتحاد هتكون النهاردة في مطش المصري فيه استدعاء لأحد موجود في القاهرة وحالة الفريق واللي تم في المعسكر خلال يمبارح والنهاردة قبل مباراة المصري بإذن الله الساعة 9 يعني محمد أعتقد كانت فترة مناسبة جدا لمستر ريكاردو سواريش لي بعض اللاعبين الوقوف على الكثير من الأمور أعتقد هو كان طالب بدأ من فترة طويلة أن يكون فيه معسكر يعني ريكاردو سواريش مع توليل المسئولية جيت فاجئ بضغط مباراة كل 3 أو 72 ساعة ضغط مباراة كل يومين كل 3 أيام مباراة ده أمر ما كانش فيه وقت كافي أيضا المعسكر برضو خلال 72 ساعة تلعب مباراة أمام الاتحاد ثم مباراة لمصري فكلها أمور بيحاول يعالج مستر ريكاردو سواريش فيه الفترة للفريق قضاء هنا في الأسكندرية أطمنك أن نفس القائمة اللي دخل بها لنادي الأهلي مباراة الاتحاد السكندرية نفس القائمة دون استدعاء أو استبعاد أو إغصاء أي أحد من اللاعبين نادي الأهلي ما استدعاش أي أحد من اللاعبين عكس من الممكن أن نشوف وجوه ما بدأتش تشكيل مباراة الاتحاد تكون في التشكيل من البداية أكيد في استقرار على بعض العناصر المهمة اللي شفناها الفترة الأخيرة زي ما بتتكلم على قلبي الدفاع سواء رم ربيعة ومحمد عبد المنعي ومحمود متولي أيضا محمد أشرف أحب من اللعيبة اللي بنشوفها وبيظهر بشكل أكثر مرة في مركز الزهير الأيسر للنادي الأهلي وإن شاء الله يكون إضافة قوى جدا محمد أشرف وأحد اللاعبين نتاج قطاع النشئين طبعا الفرصة متاحة أمام كل اللاعبين في خط الوسط محمد نحمود وقاليو ديانج أيضا اللعب محمد فخري بتكلم على برستاو ميكسوني زياد طارق محمد فخري حسام حسن أحمد سيد غريب صلاح محسن مش عايز أنس أحد اللعبين يا محمد ولكن الجميع النهاردة بيستعد المستر ريكاردوس وارش في حيرة من اختيار الحدواشر لعب اللي يخب بهم بتشكيل هذه المباراة حالة الزهور اللي ظهر عليه اللعبين الشباب في المباراة الأخيرة رفع من الدوافع أيضا بالنسبة لهم كلعبين عايزين يثبتوا أحقيتهم وثبتوا أنهم قد الفرصة أيضا بعض اللعبين اللي راجعين من من الإصابة طبعا كان أبرز الأمور كان كريم في أدى محمد اللي كان كادم مع محمد عبد المنصف لكن اطمننا عليه وإن شاء الله أدى المران بالأمس وكان ظهر بشكل أكثر من رائع في المران في المران فنتمنى التوفيق إن شاء الله النهاردة محمد بإذن الله طيب في لقطة الناس كلها شافتها في مطش الاتحاد السكندري لقطة بيرستاو وتفاعله مع هدف زيادة طارق الناس مش عارفة بقى إيه اللي بيحصل في الكواليس وإنت أكتر واحد ممكن تقول لنا إيه اللي بيحصل في الكواليس بيرستاو ولسه جاي الأهلي من شروق قليلة وبيتعامل مع لعيبة ما لعبتش فريق أول إلا فترة قليلة ومع ذلك شايفين الراجل فرحان جدا لهدف زياد بيتفاعل مع الهدف وفيه كمية وتعامل جيد ما بينه وبين لعبين الناشئين إيه اللي بيحصل في المعسكر والتجانس ده ما بين بيرستاو كمحترف مع اللعيبة الصعيدة للفريق الأول بص محمد يعني أنت أثرت نقطة مهمة جدا بس خليني أخد المشهد من البداية عشان تبقى الصورة مكتملة خليني أرجع بيك لمباراة الأهلي وفاركو وأكيد الجميع فاكر هدف بيرستاو اللي تم إلغاؤه بشكل أو بصورة غير طبيعية لكن خلينا نتكلم في الهدف من ناحية بيرستاو كلنا شفنا فرحة بيرستاو توجه الجمهور للنادي الآلي ودي أول مرة بيرستاو يعملها ويروح يتوجه للجمهور طبعا الهدف اللي تم إلغاؤه لكن اللي تابع أو يشاف المشهد حاسس أن بيرستاو حاسس بالضغوط على الفريق من ورايح للجمهور حاسس باللعب اللعيبة حاسس بزميله حاسس أنه كلعيب أيضا اتحمل الكثير من النقد ضغط كبير جدا على اللعبين تخيل أن بيرستاو بقيمته بمكانته بمهاراته الفنية حاسس بهذه الأمور وبالتالي هو حب يخفف الضغوط عن اللعبين للنشئين لو تشوف بيرستاو مع اللعبين في المعسكرة محمد سلوكه ومنطبعاته كلامه مع اللعبين سواء زياد طاري بيتكلم مع مصطفى شبير كلم مع محمد فخري محمد شرط القيادة في النادي الآلي بتبقى لها يعني أمور كتير جدا متلعبة في النادي الآلي يعني انت عارف المساحة اللي بتبقى موجودة في قط لبس بيرستاو بيتكلم كواحد من من الكباتن أو واحد من اللعبين الكبار في النادي الآلي بيتكلم مع اللعبين بيوجه الروح الروح اللي بنشوفه بينه وبين زياد طاري زياد طاري كان سعيد جدا طبعا بالهدف اللي أحرازه وسعيد بفرحة بيرستاو بالمناسبة يعني خلينا أقول لك بقى يعني يعني الامر ده وانت أثرته بيرستاو قبل المباراة وقال لزياد طاري انت هتجيب هدف للنهاردة تالي زياد راح احتفل مع بيرستاو وده طبعا السر اللي احنا ما قولناهوش أو يعني عرفناه من زياد طاري ان بيرستاو اللي قال له هتجيب هدف للنهاردة وطبعا لذلك بيرستاو راح له زياد طاري وهناه طبعا بالهدف اللي أحرازه زياد نتمنى زياد النهاردة يستمر معدل التهديف ونشوف هدف النهاردة في مرمى مصري بإذن الله فاروق صلاح موفد قناة الأهل أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات وبجده أخبار مهمة جدا وكواليس الناس بتحب تسمحها من داخل مقر إقامة فريق النادي الأهل أخرج لفاصل وبعد الفاصل نرجع ونكمل بقى فقرات برنامج التريند